على وقع التوترات السياسية والأمنية يترقب الليبيون جلسة برلمانية خلال أيام من شأنها الفصل في أزمة السلطة التنفيذية جلسة من المنتظر أن تستعرض مسار إجراء التعديلات المطلوبة في الإعلان الدستوري لتنظيم الانتخابات في عقيقة الأمر جلسة البرلمان على حسب تصوري وتقديرتي سوف تذهب أولا إلى إجماع الحفاظ على وحدة ليبيا وكذلك الدعوة إلى الأمن والاستقرار وعدم استعمال أي عنف مسلح للدخول إلى طارابروس كما أن السلطة الشريعية أو مجلس النواب في ليبيا كان في خلاف مع السلطة التنفيذية على حسب تصوري سوف تكون هناك دعم لحكومة باشاغة السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند أكد على أن إجراء الانتخابات في وقتها المناسب هو الحل الأمثل لإخراج البلاد من أزمتها وتحقيق ما سماه ليبيا مستقرة وموحدة تصريح السفير الأمريكي فهذا يدخل في إطار مخرجات بلين واحد وبلين اثنين وكذلك قرارات مجلس الأمن بالإضافة إلى قمة التي جرت في الجزائر وهي الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وكذلك الحفاظ على الوحدة الترابية والاستقرار أعتقد على أنه هذا مؤشر على وجود ما يسمى بتوافق داخل ليبيا يستعد الدبيب لطرح خطته ورؤيته للعملية الانتخابية وللمرحلة المقبلة بعد يومين تزامنا مع ذكرى الثورة الليبية مؤكدا بذلك رفضه القاطع للحكومة غير الشرعية ترجمة نانسي قنقر